يتفقد رمي السلام على الصير جاور في الساعة ويكون جاورة الإختار أبضل من هذا نبيك يسأل إليه فإننا عزيز قدرتك وإن شاء الله الأجل محمد صلى الله عليه وسلم يعني إرغينا مطلوبا ولكن هؤلاء المقصاء الجبلاء الكفر لا يحتاجون إلى بسان بقدر ما يحتاجون إلى السنان لا يحتاجون إلى بسان بقدر ما يحتاجون إلى السنان فلو أن السنة المسلمين وكلماتهم تحولت قطرات لكانت كلماتنا بحارا تجرف ولو تحولت إلى ذرات لكانت رمالا تجرف ولكن كلامنا كأثار في سريل كأبال في ريح لا كمثلا لن ينبغي أن ندعو عليهم وأن نقاطع منتجاتهم وأن نشجع أنفسنا أن نتقاوى بهذا الدين وأن نترقص بهم إلى يوم يرون فيه حر الإسلام وسنان هذا ما يبدأ يقول أما بالنسبة لتخصيص يوم صياما ودعاء فهذا مما لم يقتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالخير أن نهتدي لأن نبتعد ونبتعد فهذا الكلام طبعا فيه حماسة وفيه رغبة وفيه حب نفسه سلم ككل عينه والرأس كلام جميل ويعلم ببعض جد أن القلوب تنفتر والنساء لو يستطيع أنه هو يمزقهم إعدا إعدا غضبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تغذل في ذلك أولا ولكن لا يبغي أن نتقرر إلى الله تعالى لبدعة فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة